اشتركوا في القناة وقت اللي برشا خافوا من تأمين المغامرة هذه تأمينات البيات كانت حاضرة وقبلة التحدي وأمنت كل المشتركين وبدأت من غادي رحلة نجاح مشترك وكبرت الحكاية وترفعت رأي تونس في عالم ألعاب القوى ودخلت بلادنا على خريطة الأحداث الرياضية العالمية وتخلقت روح جديدة في شركة تونسية تمن بهم ويمنوا بها السيرانس بيات هي شركة تأمين تابعة لجروب بيات موجودة منذ سنة 2000 وثنين وتعمل في جميع مجالات التأمين تأمين على الحياة وتأمين على غير الحياة تدير الاسيرانسوتو الانساندي الترانسبور كل مجالات بالنسبة لأفراد ولا بالنسبة للمخاتم تا الشركات في الكادر هذا في عنق جبل بيش تنظم واحد من أشهر ماراتونات في تونس إلترا ماراتون سن في مئة كيلومتر المعروف باسم إلتخاميراج قينا اللي القيم تا الولتخاميراج هما قيم اللي هما نفس الحاجات اللي نحب اللي احنا نشاركوا فيهم التحدي تحدي النفس التضامن البختاج هذو من كل الحاجات اللي احنا نأمنوا بيهم وحبينا عبر المساندم تيانا الولتخاميراج زيدا نحكي وعليهم مئتين متسابق ومتسابقة من ستة وعشرين دولة انجليز فرانسي ستليين سبانيور مغاربة جزائريين إيرانيين متسابقين من السويد من نورفاج من بلجيكا من أوكرانيا روسيا بولونيا ماليزيا رومانيا وعمان وأكيد برشة وينسا منهم برشة نساء أكثر من خمسة وعشرين بالمئة يوحدهم الكل روح الانتصار وقوة العزيمة مش واحد يمشي يجري في الصحة مئات كيلومتر في أقل من عشرين ساعة تحت سخانة وحده ساعات برمان يلزم واحد عنده ده بغثيقة في روحه وعنده هو يحب التحديات مئات كيلومتر امتحان نفسه البدني شاق وصعيب لكن مغري وممتع ومشوق وما هوش لناس الكل لازم الروح الشرسة والتدريب البدني والاستعداد الذهني على عام كامل وإحنا في أسوانس بيات خاصة عام 2017 اللي هو العام متاع أول مرة تصير للكورسة وكان عمنا تحدي كبير في أسوانس بيات كنا عمنا برنامج متاع تحول للشركة حلينا 16 فرع جديد وكان عمنا برنامج متاع تطوير الفروع متاعنا على كامل تراب الجمهورية وكنا نزايدا نعمله على برنامج متاع تطوير وتحسين في جوزة الخدمات للحرفات أسوانس بيات يوت خامي غاش توحدوا مابعظم وحطوا اليد في اليد وبدأت التحضيرات للدورة ثالثة اللي بش تصير في عمق الصحراء التونسية نهار 28 سبتمبر الصحراء بكل ما تحملوا من معاني الصبر التحدي الغموذ وخاصة السحر اللي يغري المشاركين من العالم أجمع بش يدخلوا المغامرة هذي بش يتعمقوا في الوعي واللاوعي وبش يستكشفوا عالم الممكن وخاصة عالم المش ممكن وغادي ينجموا يختبروا حدود البدن متاحهم وعزيمتهم بش قلبهم يدخوا مع الريح ويعشقوا صمت الصحراء بش واحد يجري في الصحراء يجب يكون عنده ثيقة في اللي نظم السباق وفي اللي أمن السباق وزيد التضامن مهمة على خاطر انتي تجري ما تجريش واحدك تجري مع برشة من الناس وهذاك اللي خليك تجمد شط حتى للأخر تستحق للي بش يجري معاك بش توصل وبش تستحق ذلك المتطوعين اللي هوني قاعدين بش موجودين بش يسندوك ووقت للي تستحق لهم وهذا من القيامة بتاع التأمين اللي يجبك تكون موجود بحظة تكون منحك الثيقة بتاعه بش يلقاك ووقت للي يستحق السباق المئة كيلومتر يبدأ بخطوة وبرشة ثبات وإصرار وبرشة ساعات يدخل المتوجين للتاريخ للتاريخ الأول تخميغاج حاجة الأخرى هي تحدي النفس تحدي النفس شمعناتها أنا تواحد ووقت للي يحط جهده ويأمن بالقدرات بتاعه حتى كان الأهدف بتاعه عالي برشة ولا سعيب يسر بش يوصل له ينجم يوصل ينجم يوصل على خاطر يأمن بروحه ويخدم ويثابر ويتعدى الصعوبات بش يوصل وهذا من الحاجات اللي احنا في أسيرانس بيات خدمنا عليهم مع المتوظفين بتاعنا الكل بش نوصلوا لأهداف متاعنا الولترا ميراج هو 10,000 يورو تتقسم بالتساوي على المتوجين نساء ورجلا المرتبة الأولى 3000 يورو المرتبة الثانية 1500 يورو والمرتبة الثالثة 500 يورو وهكا كانت أسيرانس بيات تساند أول سباق في العالم العربي اللي دخل الإنصاف في الرياضة هذي أسيرانس بيات ترعى بشكل جدي ومحترف في تظاهر هذي هي اللي تشترك في قيامها مع المتبارين ومع جهة التنظيم قيام التضامن ومشاركة وتجاوز الديد وقبل كل شيء حب الوطن ورفع ألوانه عادل أسيرانس بيات حلمت مع الفريق المنظم بش يكونوا فخورين ومعاونتهم بش حق وأحلامهم بش سقيهم تبدأ راسخة على الأرض حلمة تنسية نساندوها الكل لأنه أمن المستقبل معا تأمينات لبيات نجم أنتم زادت تقربوا منها أكثر كيف تعملوا طالعا كل وسائل التواصل موجودة على الشاشة قدامكم وتبقى أسيرانس بيات الرائد دائما في مجال التأمين في تونس وهي اللي تمن بكم وتمن بأي مرحلة في حياتكم الشخصية والمهنية اشتركوا في القناة